الحير ديم يسيطرون على المشهد السياسي في تل أبيب ويقودهم رئيس وزراء جل إنجازاته إراقة مزيد من دماء الفلسطينيين وسرقة أراضيهم هذا ما عكسته إرادة الناخب في الكيان المحتلي وتوجهاته مر ما يزيد على السبعين سنة على قيام الكيان ولم يحسم مسألة هوية الدولة في ظل انقسام واضح بين المتدينين والعلمانيين إلا أن هذه الانقسامات والخلافات تلملم وتجتمع المتضادات إذا ما تعلق الأمر بقضم مزيد من الأراضي الفلسطينية بطريقة مخالفة حتى لقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية منذ أيام موافقت اللجنة الوزارية في حكومة نتنياهو على مشروع قانون لإلغاء خطة فك الارتباط بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تلابيب بمجيبها مستوطنات في الضفة الغربية قرار من شأنه أن يمهد الاحتلال جديد للأراضي التي رسمتها اتفاقية أوسلو ضمن الأراضي الفلسطينية القرار يأتي ضمن مشروع كبير يمثل حجر الزاوية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعادة العمل على بناء المستوطنات والتوسع فيها على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا الخجولة من المضي قدما في هذا الطريق لما سيتبعه من تفاقم التوترات ويقوض ما يصفونه بجهود السلام القلق الأمريكي والغربي الذي منفكت أن تعرب عنه حكوماتها في البيانات قابله استنكار من وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو إتمار بنغفير مؤكدا أن التوسع في الاستيطاني مهمة حكومته ورؤيتها الملتزمة وستزيل جميع القيود عن البناء في الضفة الغربية وبين موقف المجتمع الدولي المكتفي بالقلق وتصميم نتنياهو وحكومته على السير في مشاريع الاستيطان يقف شجب السلطة الفلسطينية التي ما زالت تنسق أمنيا مع الاحتلال لإيقاف من تسميهم تل أبيب إرهابيين ويراهم الفلسطينيون مقاومين